أكد سيناتور الأمريكي جون كيري الذي اختاره الرئيس باراك هوباما لتولي وزارة الخارجية خلال جلسة المصادقة على تعيينه أمام مجلس الشيوخ أن واشنطن ستقوم بكل ما يلزم لمنع إيران من التزود بالسلاح النووي أقول للإيرانيين وأمل أن يستمعوا لما أقول إن إيران تواصل تأكيد أن برنامجها برنامج سلمي ليس من الصعب إثبات برنامج نووي إذا كان سلميا دول أخرى فعلته ولتزال تفعله كل يوم جون كيري الذي خسر رئاسيات 2004 أمام جورج بوش كان يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ خلال السنوات الأربع الأخيرة